يومك مبارك عزيز المشاهد وأهلا وسهلا بك في الحلقة الأولى برنامجنا الذي نتحدث فيه عن فاجعة الطف هذه المأساة التي كانت ولم تزل وستبقى ذلك المشعل الذي ينير الدرب لكل ثائذين ولكل أولئك الذين يريدون الإصلاح أو تصحيح المسار أبدا إطلاقا لن يجدوا أفضل من ثورة الحسين مرت ثورات كثيرة ومرة عظباء كثر ومرة قادة كثر أخذوا حيزا جان تارك مثلا في فرنسا أخذت حيز حوالي 200 سنة إنه رمز الحرية وكل شيء يتكلم عن جان تارك لكن الآن أفلت الآن جيا فارا أيضا الآن يأخذ حيزا وقرنا 20 ولا حدان ولا مازل جيا جيا فارا رمزا للنظار لكن سيأتي يوم ويضحف موتستروم غيره إلا الحسين عليه السلام لأن ثورته كانت تمثل عنصرا أساسيا في الحياة لا تمثل جانبا معينا من حياتي ولا من الدين ثورة الحسين ليست ثورة دينية فقط ولا ثورة اجتماعية ولا ثورة سياسية ولا ثورة اقتصادية بل إنها تعبر عن رفض شامل ودقيق وعميق لأي حراف يمت بأي صلة لهذه الاتجاهات ولذلك كانت التضحية بمستوى الحدث كانت الثورة عظيمة وكانت التضحية أيضا عظيمة جدا قرأت وسامعت كثيرا من التخرصات التي تقول بأن الإمام الحسين عليه السلام ذهب إلى الموت برجلي أن الإمام الحسين كان يريد أن يموت هو رجل تدميري رجل يريد أن يموت يريد ويريد كل العناصر السلبية التي تفسر الموت تفسيرا غير صحيحا وغير دقيقا وغير مشرفا ينعتوها بهذه القضية ولكن لو كان الإمام الحسين عليه السلام يريد الموت لا بقى في مكة أولا أن يزيد عندما أرسل رسالة إلى وليه الوليد بن يزيد بن أبي سفيان كان واليا على المدينة قال له ابعث للحسين وخذ البيعة لي وإن رفض فاضرب عنقه فذلك جاء المرعب الحكم إلى الإمام الحسين وقال له إن الأمير الوليد بن يزيد بن أبي سفيان والي المدينة يريدك أو يستقدمك فقال لأهله إن معاوية قد مات ولذلك استلم الحكم وولى الخلافة ليزيد ويزيد بعث برسالة إلى الوليد والي المدينة يعلمه بأنه يجب أن يأخذ البيعة مني وإلا فإنني سأقتل ولذلك يا بني هاشم هلموا معي لأنني لا بد أن أقتل غدرا بطريقة غير ما أريدها أنا وما أخطط لها ولذلك قال لبني هاشم هلموا معي فجاءوا إليه وكان في المقدمة طبعا هو المروان بن الحكم ذلك الذي يسميه الرسول الوزغ بن الوزغ أي أبو بريس ابن أبو بريس وهو كذلك هذا طريد رسول الله لذلك قال لهم الإمام الحسين عندما أدخل وسمعتم صراخا فأعلموا إنهم يردون الشر فادخل وإذن تسمعوا شيئا فإنني قادر على الوليد الوليد طبعا يريد أن يتخلص من هذه القضية ولكن الوليد لم يرد أو لم يشأ أن يقتل الإمام الحسين حتى أنها حصلت مشادة حتى أن المراد الحكم قال والله إني لشاكيك إلى الخليفة خليفة يزيد لأنك لم تقتل حسين فقاله لا أريد أن أري قدم الحسين وأن ذلك هذه المشادة طبعا حصلت خلافات بعد ذلك ما بين يزيد وما بين الوليد ابن يزيد ابن أبي سفيان والي المدينة وبسبب هذا الموقف طبعا وطبعا أنا لا أريد أن أعيدها في كل برامج التي ذكرتها سابقا سابقا بأن الوليد عندما بعث للإمام الحسين عليه السلام قال له يبنى بنت رسول الدائم نحن لا نريد سوى كلمة كلمة قل باعت واذهب إلى أهلك وتعرفون الحوار هذا ذكرته كثير وذكر كثيرا هذه الأيام وقد خلده عبد الرحمن الشرقاوي ذلك الكاتب الرائع في مسرحيته الحسين فائرا طبعا هو عند مسرحيتين له مسرحيتان الحسين ثائرا والحسين شهيدا في الحسين ثائرا كان يتحدث عن هذه المرحلة والحسين شهيدا كان يتكلم عن الطف وجمعت في مسرحية واحدة في زمنه ورفضت من قبل الأزار الشريف بحجة أنها تؤيد موقف الشيعة ومرة ثانية في الثمينات عندما أراد كرم مطاوع أن يخرجها أيضا رفضت بحجة إنها تؤيد موقف الشيعة حتى قال لهم هذا أليست هذه أليست حقا قالوا بلى قال أليست حقا قال لهم أليست حقا قالوا بلى قال إذن أين الشيعة والسنة وهل الحسين له علاقة بالشيعة والسنة ولكن مع ذلك رفضت الخوف من الحسين الخوف من ثورة الحسين ذلك كما قلنا الوليد ابن يزيد ابن أبي شفين قال له يا ابن أبيت رسول الله كلمة ما هي إلا كلمة قل هاو قل هاو قال لا تسخر من الكلمة الله كلمة الإيمان كلمة الأنبياء كلمة الكلمة هي تفرق بين الإيمان بين نبي وبغي وبالتالي أخذ يتكلم عن الكلمة تسخر من كلمة كلمة تدخل الجنة والكلمة تدخل النار شنو الكلمة الكون كلمة الله كلمة الدين كلمة فإذا كل شيء هو كلمة أنت تسخر من كلمة يعني فلا أعطيها ذهب لذلك تعرفون الحادثة التي حصلت وهذه أذكرها دائما كمقدمة لبرامجي كي أثبت بأن الإمام الحسين لم يذهب إلى الموت كما يقول البعض بأن الحسين بن علي عليه السلام كان يريد أن يموت لماذا يريد أن يموت هو إمام زمانه ولديه مسؤولية الأمة على عنقه وثاني لديه عيال ولديه زوجات ولديه أبناء وأبناء يحبهم عند حتى بيت سعر يقول يعني ما أحب الأسكردار ليس فيها الرباب سكينة والرباب بنت سكينة والرباب زوجته يعني كان يحب كأي رجل يحب أبناءه وزوجاته ولديه مسؤوليات فكرية ودينية وكان مفسرا للقرآن طبعا نحن ضيعنا الإمام الحسين أبقينا الإمام الحسين فقط مذبوحا خير من فسر القرآن بعد رسول الله وبعد أبيه علي بن أبي طالب عليهم السلام وعلى رسول الصلاة كان هو الإمام الحسين عليه السلام كان مفسرا للقرآن بشكل عظيم حتى ابن عباس يذكر ويقول هذا ما قاله أبا عبد الله الحسين لا يعدون ابن عباس هو حبر الأمة وكل المفسرين الآخرين يذكرون هذا وبالتالي هو كان حريصا على الدنيا على الحياة لكي ينفذ الرسالة والكلمة الفصل فيه إن الإمام الحسين كان يحرب من الموت لا خوفا ولكنه كان يقدس الموت لكي يكون الموت له وقعا عظيما عندما رفض بيعة يزيد من قبل عند والي المدينة الوليد بن يزيد بن أبي سفيان يزيد بعض خمسين شخص بحجة حجاج يحملون الخناجر اليمانية السامة وقال لهم عندما يطوف الحسين يعني اطعنوه اطعنوه فذلك كان الإمام الحسين عرف بأنه سيطعن ففي اليوم السابع قطع الحجة الحجة وجعلها عمرة وخرج قال لا أريد أن أقتل هنا في البيت الحرام وعندما يقتل سوف لن يكود لموته عظمة وطعم وهدف كما يريد هو لهذا الموت وبالتالي الحسين لو كان يريد أن يموت كما يقول البعض لكان قد تقدم إلى الحجر الأسود وجاءه ونغزوه وقتل ويقتل على الحجر الأسود قال توجد موتة ضمن هذه الموتة إذن هو لا يبحث عن الموت هو ابتعد عن هذه الميتة لكي يبحث عن ميتة أخرى وهذا ردا على التخرصات وهذا حديث الشارع حسا عد الناس خصة النواصف هو ودى إيش جاب الحسين إيه هو ليش هو يريد يموت وليش أخذ عياله هذا الكلام الساذج الذي لا ينم عن عقل ولا ينم عن قدرة على التفكير ومعرفة الحق ولذلك نحن نريد أن نعطي لثورة الحسين جذوتها وحقيقتها حقيقة غلبت على ثورة الحسين بعضا من الأشياء غير الحقيقية وبالتالي تحولت قضية الحسين لدى البعض لدى البعض إلى قضية إبكاء لبعض الناس من أجل بعض الأموال وهذه أكبر جريمة بحق الإمام الحسين على الإسلام الحسين عبرة وعبرة عبرة لنا وعبرة نبكي عليها لكي تبقى خالدة هذه العبرة نستشف منها ونستسقي منها الهمم لتحقيق الصلاح وكثير من الناس الذين يبكون على الحسين وهم يحتاجون إلى ألف شخص وألف نبي لكي ينقذهم من براثنهم وفسادهم ولكن الحسين للناس لنا لنا نحن لنا نحن الذين نبكي عليه بصدق ونستشف من ثورته كل ما هو عظيم ولهذا ستبقى ثورة الحسين ثورة عظيمة تنير الدربة للإنسانية جمعاء وبذلك أقول لكم شكرا جزيلا وإلى اللقاء معركة تحياتي ترجمة نانسي قنقر